أعلنت دائرة المشاريع في أمانة بغداد استكمال 50% من مشاريع بغداد أجمل التي تضمنت توسيعة وتعبيد الشوارع كما تم افتتاع عدد من المشاريع الترفيهية ككورنيشي الكاظمية والاعطيفية وساحة الاحتفالات الكبرى قبيل عيد الأطحى المبارك وشهدت هذه الأماكن توافد العديد من الصياء خلال أيام العيد معبرين عن إعجابهم بحملات الإعمار ومقدمين التهن لعموم العراقيين بمناسبة أيام التشريق متمنين مزيدا من النهوض والاستقرار أطلقت أربع مشاريع تطوير مداخل بغداد العاصمة اللي هو مشروع تطوير بغداد بابل في جانب الكرخ بالإضافة إلى تطوير بغداد موصل أيضا في جانب الكرخ وفي جانب الرصافة تطوير بغداد كاركوك باشرنا أيضا إن شاء الله هو المدخل الرئيسي وإلى المحور الرابع اللي هو طريق بغداد الكوت إن شاء الله اللي هو ضمن هذه المشاريع مداخل بغداد الأعمال مستمرة إن شاء الله لتقديم أفضل الخدمات لأهلنا بغداد وهو المشروع الأهم اللي هو فك الاختناقات المرورية الشوارع ما يقارب أكثر من خمسين أو ستين شارع موزعة في جانب الكرخ والرصافة اللي شملت بحملة التطوير والتوسعة كل عام وجميع العراقيين بخير وسلامة يا رب إن شاء الله يعلم على العراق والعراقيين الأمن والأمان إن شاء الله يا ربي بأيام عرفة بهاي الأيام العظيمة كل الأمنيات تتحقق وخصوصا أمنيتي أنا بالحج آمين يا رب من دخلنا بغداد اليوم حسيت فرق كل الشاسع عموما يعني أنا جاياتي كلش قليلة فمدخل بغداد كلش عجبني حسيت أكو يعني إعمار حسيت بنظافة تألق يعني حسيت بحلة جديدة يعني تزخر بيها محافظتنا وتمنيت إنهم يعني كل ما أدخل بغداد وكل ما أجي لبغداد أشوف أشياء جديدة إن شاء الله آمين ساعة الاحتفالات ما أخفي كسر أول مرة أدخلها آني مبهورة جدا بيها يعني أحس بالفخامة أحس بالتألق ويا رب يعني تتمكن حكومتنا من جعلنا على مصافي الدول المتقدمة وأن تتمكن حكومتنا من جعلنا يعني دولة يشار لها بالبنان هذه المناسبة أحب أشكر القائمين على هذا المكان والمتنزه اللي هو يعتبر مكان ومتنفس العوائل العراقية إضافة إلى الأماكن الموجودة بهذه المبادرة مبادرة سيد رئيس الوزراء من أجل فتح المتنزهات مثل المتنزهة أبو نوآس وهذه المتنزهة وشغلاتها جميلة جدا للعوائل العراقية الكريمة إن شاء الله ومكان حلو وهادئ وهي إضافة إلى مبادرة جميلة يعني كل مناطق بغداد حاليا الواحد من كل مكان دم فقد نلقي مكانات جميلة وحدائق وتنزهات مثل الكورنيش الإعطيفية وأبو نوآس وحديقة الأمة مكانات جميع والله إحنا كلها لزرناها أنا والعائلة كل عام ونتو بألف خير أيد سعيد إن شاء الله يا ربي عليكم على كل العراقيين يا ربي إن شاء الله الأمن والأمان من السنة والسنين السابقة إن شاء الله ويحفظ جميع العراقيين بأي مكان بالعالم والله سحة احتفالات مكان كلش حلو وصار فترة يمكن بالعشرين سنة إحنا ما شافيه الحمد لله مشفناها يعني فتشعر كلش حلو مشفناه التطور والتغيير وإن شاء الله هاي سين الأخيرة هواي دي يصير تغيير نحن الأفضل إن شاء الله بغداد بسرعة بغداد بسرعة ما حلوة بغداد بأهلها بناسها بطيبة أهلها وإن شاء الله سنة سنة تتجي إن شاء الله أفضل يا ربي كل عام وأنتم بألف خير كل عام والعراق إن شاء الله يعم عليه الأمن والسلام بهذا العيد عيد الأضحى المبارك بغداد أجمل إن شاء الله وهذا المكان الجميل ساحة الاحتفالات بافتتاحها الجديد وبالحلة الجديدة كلش حلو ونتمنى التوفيق للقائمين على هذا العمل شكرا للمشاهدة بغداد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة